قبل قليل محمد كنا في مدرية عين الاشتباكات مازات متواصلة ما بين الوية العمالقة وما بين ميليشيا الحوثي هذه الاشتباكات أسفات عن كثير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثية التي تتراجع بصورة كبيرة وفرت إلى مناطق نعمان هذه المنطقة التي تقع أو هذه المدرية التي تقع في محافظة البيضة لكن دعنا نتحدث عن الأمور بصورة أكثر وقعية ستعرض الكاميرا الآن ستحول إلى نحن نقف في مكان مطل بعض الشيء على مدرية عين هذه الجبال التي ستظهر الآن هذه المدرية أو هذه المباني هي مدرية عين أو مدرية بيحان بيحان العليا وهذا الجبل الصغير الذي سيظهر الآن هو جبل أو سلسلة جبال المبلقة هذه السلسلة تليها سلسلة جبلية أخرى هي سلسلة جبال القويبل هذه السياسة الجبلية مطلة بصورة مباشرة على عين ومنها تقوم قوات وألوية العمالقة باستهداف ميليشيا الحوثي والمدفعية وبكافة أنواع العيارات المختلفة وتحاصرها من هذه المنطقة أو تقوم بالتقدم إليها من هذه المنطقة هذه أحد المناطق التي تتقدم إليها هذه السلسلة الجبلية تطل مباشرة على مدرية عين وهي المدرية الأخيرة التي تسيطر عليها أو كانت تسيطر عليها بالأحرى ميليشيا الحوثي هناك جبهة أخرى جبهة نجد مرقد هذه الجبهة أيضا تقوم ألوية العمالقة بالتقدم من خلالها فضلا عن جبهة أو منطقة القنضع هناك تقدمات من عدة محاور تقوم بها ألوية العمالقة للسيطرة على كامل مدرية عين حتى تكون كامل محافظة شبوة تحت سيطرة الشرعية بالطبع ميليشيا الحوثي الآن تقوم بزرعة العبوات الناسفة نحن عندما كنا قبل قليل في عين وجدنا الكثير أو بعض الفرق الهندسية التي تقوم بفحص المناطقة وتمشيطها من الألغام حتى أنهم أخبرون بعدم بالسير فقط على الطريق وعدم السير يمينا أو يسارا لأن الكثير من الألغام تم زراعتها من قبل ميليشيا الحوثي والعبوات الناسفة خاصة في الطرق الرئيسة بيحان التي أتحدث منها الآن والتي تظهر من خلف هذه المنطقة وهذه المدينة تم تطهيرها بالكامل من ميليشيا الحوثي ومن عناصر الحوثية المواطنون أبدوا فرحة كبيرة بدخول الولايات العمالقة وقوات الجيش وأيضا للتحالف العربية على تطهير المدينة خاصة بعد معاناة طويلة عنوها مع ميليشيا الحوثي التي كانت تجبر بعضهم كما يقولون لي أو كما كانوا يقولون على دفع أموال للمجهود الحربية وغير ذلك لكن بصفة عامة يمكن القول أن الحياة عادت لطبيعتها في هذه المدينة وهذه المدرية التي حررت من ميليشيا الحوثي بصورة كاميرا وكما يقولون حررت من الحوثيين إلى غير رجعة يعني الجميع هنا مطمئن أن لا عودة للحوثي برة أخرى إلى هذه المدينة